عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل موسع مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الإسكان حيث تم خلال الاجتماع بحث مستجدات المشاريع الإسكانية وخطط وبرامج التطوير المؤسسي لكافة الإدارات والأقسام والتي تهدف إلى رفع مؤشرات كفاءة وجودة الخدمة الإسكانية المقدمة للمواطنين وخلال الاجتماع أكد وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني تتطلب مزيدا من الاجتهاد والدقة والحرص على تحقيق أهداف الخطط الإسكانية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة نظر لما تشهده المرحلة الحالية والمستقبلية من طفرة إسكانية كبيرة تمتد لتشمل بناء ألاف الوحدات الإسكانية في جميع محافظات البحرين الجديدة الأمر الذي يتطلب حسن الإدارة وتطوير القدرات البشرية والتخطيطية لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المعد لتنفيذ هذه المشاريع وأحدد المهندس الحمر خلال الاجتماع الأهداف الرئيسية التي تمثل ملامح المرحلة الإسكانية المقبلة حيث أشار إلى أن الوزارة ستواصل السير على نهج تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية عبر طرح مزيد من مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع المحافظات والإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار والاستمرار في تطوير العمل المؤسسي بالوزارة بما يوفر أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وأردف الوزير أن مشاريع مدن البحرين الجديدة تعد أحد أكبر الملفات التي تحظى بزخم كبير في خطة الوزارة نظرا لما توفره هذه المدن من أعداد كبيرة من الوحدات والشقق السكنية كفيلة بأن تنهي تدريجيا مسألة تراكم الطلبات على قوائم الانتظار على أن يتزمن مع ذلك طرح المزيد من الأفكار والبرامج غير التقليدية التي تؤسس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيدة التي كانت الوزارة قد بدأتها بإبرام اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص وإطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعية